دخلت العنصة الوطنية لرفع الأتقال المحلة الأخيرة من الاستعدادات تأهب للمشاكة في بطولة الألعاب الإفريقية بتقطيع من الإضاءة التقنية الوطنية ومداب المنتخب الوطني أملا في توقيع المشاكة متميزة وحصد أكبر عدد من الميداليات هذه الألعاب الإفريقية ستكون قوية لقاش مؤهلة للعب الأولمبية يعني جميع الدول المشاركة اللي ستجمع نقاط الألعاب الأولمبية وكذلك منصة التتويج نحطي الهدف دينا بأن الرباعي إن شاء الله عدنا حضود كبيرة لنكون في بعض الأوزان حصلوا على ميداليات وخاصة بأن هذه الألعاب الإفريقية كينا في البلاد دينا لا بدأ خسنا نكون في منصة التتويج إن شاء الله أتمنى ربنا أن نعمل نتيجة كويسة في الدور الأفريقية إن شاء الله لأن الفريق المغربي فريق كويس وإن شاء الله نحاول نعمل نتيجة كويسة وبعد كده في بطولة أغندا الشباب في أغندا دي إن شاء الله نعمل نتيجة أحسن أحسن 24 عنصران في صنفي الدكور والإنات يشاركون في تاني تجمع إعدادي الخاص بالمنتخب الوطني لرفع الأتخال بمنطقة برغون بمدينة الضربيضاء بعد المعصر الأول الذي احتضنته مدينة الجديدة تجمعين كان لهم وقع إيجابي على استعدادات العناصر الوطنية الحمد لله استعدادات كتمر في دوروف جيد جيد جيدة عملنا معسكرين في مدينة الجديدة والداربيضاء وإن شاء الله استعدادات لقع الشباب متحمسة الألعاب الفريقية التي أول مرة تتنظم في بلدنا وإن شاء الله رياضة رفع أتقال باسم المكتب الجامعي وباسم الشباب إن شاء الله رياضة رفع أتقال ستقول كلمة ديالة وستكون حاضرة بقوة إن شاء الله أيام قليلة تفصل ربعين المغايبة على المشاكة في بطولة الألعاب الفريقية طموحهم يبقى كبيرا في الضفر بأكبر عدد من الميداليات ودمان مشاكة أكبر عدد من الربعين في الألعاب الأولمبية توكيو 2020